الكمبريسور. او الكمبريشن. اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات هندفست الصوت. النهاردة بعد ما احنا اخدنا ازاي اسجل صوت سواء كان صوت بشري او ازاي اسجل الصوت قالة. احنا النهاردة بقى هناخد هنعمل ايه بالصوت دوت. كم مرة واحنا يعني موجودين في البيت بتاعنا سمعت الكلام ده. علي التلفزيون شوية. صح? كان التلفزيون او الراديو ليه ليفل معين. وبعدين فجأة البرنامج اللي بعده جيه. الليفل نزل. فاضطر حد يقوم بنفسه عشان يعلي التلفزيون علشان يبقى نفس الليفل اللي انت كنت بتسمع بيه قبل كده. دي اه اه عيوب في حاجة بيسمها البرودكاستنج او الازاعة العيوب الازاعية من العيوب الازاعية. المفروض حتى ما بتسمع سي دي او بتسمع شريط كاسة. مش مفترض بانك تتدخل كل اغنية عشان تزبط الليفل بتاعها محدش هيخلص بقى كده. هتفضل قاعد جنب الجهاز التسجيل او قاعد جنب سي دي بلاير عشان تعلي كل شوية الاغنية ولا توطيها على حسب بقى الاغنية ما تيجي. مفيش حد بيعمل كده. فاللي بيحصل طبعا ان بيجيبه الراجل بتاع الراجل بتاع اللي هو الراجل اللي بيخرج العمل نهائيا عشان يتحط على دوت او عشان يتزاعد الوقت بقىش فيه سيديات ولا حاجة بقى بيتحط على المواقع وبتحط على وكل الحاجات ديت. فلازم يكون بتاعه متناصق كله مع بعضه. تاني حاجة يكون متناصق كمان مع اللي بيحصل دلوقتي في السوق في الوقت دوت. يعني الناس كلها بتنتج على معينة وبتاع انت مش هتطلع اقل منهم ولا اعلى منهم فتبتدي بتزبط على الحدود بتاعت الناس اللي بتعمل طبعا في الحدود المقبولة لو ليت الناس كلها غلطانة طبعا ما تشملش الغلطين. فانت بتنتج على اساس الانتاج زي ما قلنا كده علشان الناس ما تيجي تزيع اغنيةك في راديو او تزيع اغنيةك بحاجة ما يعودوش بقى هم يتحكموا في العلوة بتاعك وينزلوه علشان يوائم الارتفاع بتاع اللي هما بيشتغلوا به دوت بالاغنية اللي قبلها والاغنية اللي بعدها. في حاجة بقى كمان لو انت تخيلت ان مطرب دلوقتي جالك وهيسجل معاك يعني خلاص حطيت الميكروفون قدامه وبعدين راح مغني مسلا قال ايه? الراجل انفعل في حتة من الاغنية وصوته وطي في حتة من الاغنية وعيلي تاني في حتة من الاغنية فبقى الصوت اه دي بيسموها الديناميكس. الديناميكس دي الاعلى حاجة عندك ومسلا اقل صوت عندك موجود في العلوة بتاعك. فاللي بيحصل بقى بيعالج الحاجات ديت. ليه بقى? القمة العالية ديت هيضغطها شوية لتحت. والحتة اللي تحت دي هيعليها شوية لفوق. فهيبقى الفروق مش عالية قوي. هينزل بقى كل الصوت يعني هتلاقي كل الصوت كله مضغوط مضغوط هو يعني ضغط ضغط بيضغط. فانت هتلاقي كل الليفل الصوتي بتاعه كله بقى شبه قريب من بعضيه بس صواتي كله. بترفع بقى كله لغاية ما توصل للليفل المناسب ليك. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في في اداة من الادوات بتعمل شغل صناعي على الصوت نفسه. فلو انت زودتها قوي هتبقى يعني الصوت طالع وحش هنا اخد بالك. فانت حاول دايما تبقى بتستعمله في في الضبط في المكان المناسب ليه. بتستعمله في التراكات وبتستعمله بحكمة بحيس انك انت تبقى عارف بالزبط انت بتعمل ايه بالكمبريسور دوت. ايه اللي انا بعمل به الكمبريسور يعني غالبا انا بستعمله مية في المية طبعا بستعمله في الناس اللي بتقعد في الازاعة وبتتكلم انت عايز تسمع صوت الموزيع دايما او البرنامج اللي بيتزاع في الراديو نفس الليفل على طول مش حاجات واطية ما تسمعهاش وحاجات عالية تتسرخ في ودنك والكلام ده كله. فالكمبريسور بيبقى اوتوماتيك مع الناس اللي بتشتغل في عشان يزبط الليفل بتاع الصوت يبقى في معين. بيستعمله طبعا في آآ بيستعمل طبعا في الصوت بتاع البشر يعني ما تيجي تعمل الصوت المطرب انت عايز الحاجات العالية والواطية بس طبعا انت مش عايز تفقد المسافات برضو بينهم. يعني مش عايز الناس تحس بمتا يتأليل بالحماس بتاع الحتة العالية والحطة الواطية تبقى نفس يبقى كله نفس الارتفاع طبعا هتبقى ده ما فيه مش هونة خالص يش تعبير خالص. لازم تحافز على ما بين العالي وبين الواطية. اصوات الالات كزالي. اصوات الجيتارات. في حاجات بتبقى هادية وحاجات صوتها حناين شوية وبتاع بس احيانا متبقاش باينة قوي. وحاجات بتبقى عالية تعدي الليفل اللي انت عاوزه عشان بعد كده انت حتمسطر على معين. فانت طبعا بتحاول تضغط شوية اصوات الالات بحيس لا تخل باداء الالة. وفي نفس الوقت انت بتجيب الليفل كله المكان اللي انت عاوزه. عاجة اه مهمة جدا بنستعمل فيها الكمبرشن الدرامز. اصوات الدرامز. انت عارف الصوت الدرامز بفيه اصوات خبط عالية جدا. واصوات اه همس صغيرة جدا. مسلا السينير بتبقى صوتها اقل بكتير جدا من البيس درامز. فبيروحوا عاملين للتراك بتاع الدرامز. مسلا حتى بيعملوا مع بعض. ويطلع الصوت حتى بيبان صوت صناعي. يعني انت لما تيجي تسمع الاصوات اللي بتطلع فيه بالذات التراكات اللي جاء من التمانينات والتسعينات وتلاقي صوت الدرامز. ده صوت صناعي مش صوت مش هتلاقي درامز بيتعزف كده ابدا في الدنيا مش هيعرف تطلع الصوت ده من درامز طبيعي اكوستيك يعني درامز علب صوتية اه طبل ومحتوطة عليها رقمة وبتعزف عليها فتطلع صوت اه صوت من الاكوستيك نفسه او من العلبة الصوتية بتاعت الدرامز. ف اللي بيحصل هما بياخدوا الصوت دوت وبيعملوه جامد جدا بحيس دوت بيطلع الصوت الصناعي اللي انت سمعته في التراكات من التمانينات والتسعينات والناس كلها بتستعمل في الدرامز من ساعتها من زمان قوي. والحد دلوقتي بيستعملوه ما فيش اي مشكلة خالص. طبعا زي ما قلنا اهم حاجة ده اعتبره نقالة موسيقية بتتوظف المكان المناسب. لو زودتها قوي هبهوى الدنيا. ولو قللتها كتير هتبقى بوست الطبخة كلها عشان شوية ملح. ادي التراك فتحنا بتاع التسجيل وسجلنا صوت المطرب العبقاري العمالي يعلى. شايف الحتة العالية دي. الموجة الصوتية عالية ازاي? المقاس بتاعها لو انت قست من فوق هنا. هيبي فيه فرق جامد بينها وبين الحتة. طب. هل يستدعي هذا? المطرب او المزيع اللي بتكلم دوت العلو والوطوة في الموجة اللي انت شايفه دوت? هنجرب دلوقتي نسمع. وانا كل ما اقول التوبة يا بويا ترميني الماجدير يا عيني. ترميني الماجدير يا عيني. وحشاني عيونه السودة يا بويا ومدووبني الحنين يا عيني. ومدووبني الحنين يا عيني. وانا كل ما جول التوبة يا بويا ترميني الماجدير يا عيني. طبعا سمعنا? وفيه فرق بين الطبقات يعني ساعات يعلى الصوت الخاص به عن الراجل. ويوطى زي ما بيعمل كده. على فكر ده ممكن يطلع بانفعال طبيعي جدا والمطر بواقف قدام الميكروفون. بيعودوا يبعدوا ويقربوا من الميكروفون فممكن يسبب لك دوت المشكلة دي. ان فيه كل ما بيقرب بالميكروفون كل ما الصوت بيبقى آآ عالي وواضح وقوي يبعد شوية الصوت يهبط شوية. وخلي بالك الميكروفونات اللي هي بتاعت الاستوديوهات الكندنسر دي بتبقى حساسة جدا. فاي مسافة هيتحركها الراجل دوت هتفرق كتير في الموضوع ده. طيب هنستدعي اخونا الكمبريسور ونشوف الكمبريسور هيعمل ايه معانا دلوقتي. بنخش لو انت شايف الساهم بتاع دلوقتي موجود على الحتة بتاعت بيقول لك دوس هنا لو انت عايز تدخل جهاز من اجهزة او التأسيرات الصوتين. انتم بتسموها انا مش عارب بيسموها ليه بس فلاتر يعني عشان رابو فلاتر ما ازعل شيء. اول حاجة لما احنا شايفين كده الكمبريسور. الكمبريسور ده موجودة موجود واحد معايا ستيريو. انا التراج بتاعي لو انت شفته واحنا هنعمل تاني ليه. فيه فرق شوية بين فهو فعلا ستيريو. انا مسجله ومطلع من الميكسر آآ ستيريو سيجنل. فلازم بقى طبعا استعمل الكمبريسور يكون ستيريو. فانا اخش على الكمبريسور واختار الكمبريسور الستيريو. افتح الكمبريسور. الاقي يا باشا العددات اللي انت شايفها دي كلها والزبطات اللي انت كنت شايفها دي كلها. طبعا كل الكمبريسورات انت هتلاقي في لو ضغطت على الشاشة اللي تبقى فوق ديت فيه. هتلاقي حاجات مظبوطة جاهزة. بس طبعا يعني اللي انت عاوزه يعني جرب فيها الاول وبعد كده ابتدي شوف ايه اللي يناسبك فيها. طب شوف ايه اللي يناسبك وعدل عليه ما ما تاخدهاش كده على طول ممكن تعدل عليه وتشوف اللي انت عاوزه. فيعني ابدأ بالحاجات اللي هي بيسموها المظبوطة قبل كده. وممكن انت من من البداية تبتدي نفهم بس البيزيكس بتاعته. فانت هتقدر تشوف الكمبريسور ده بيعمل ايه. طب شايف الحكاية شايف في عدات كده موجود زيرو. ناقص خمسة ناقص عشرة ناقص عشرين ناقص تلاتين. هنسمع كده ونشوف ايه اللي هيحصل. اما الكمبريسور دولة محتوى. كل ما قول التوبة يا بويه. ترمين المجدير يا عيني. ترمين المجدير يا عيني. وحشان عيون السودة يا بويه. ومدوبني الحنين يا عيني. ومدوبني الحنين يا عيني. وانا كل ما جول التوب يا ابو يا ترمين المجدير يا عين. انا كل اللي انا اللي هحسه دلوقتي ان صوت هنا مش عالي قوي عن ناقص ستة. يعني مزبوط على انه بيطلع لغاية ناقص ستة وخلاص وبينزل من ناقص ناشر ناقص ستة مفيش ستة ديسيبيل بين الاتنين يعني. آآ آآ بس بلاحظ ان الابرة دي بتتحرك كتير هنا. آآ طول ما الكمبريسور شغال بقى هو ده اللي هيبقى بيحصل يعني. طب لو انا طفيت الكمبريسور ده دلوقتي نسمع كده بقى وتشوف صوت هاي بيعمل ازاي? شو بيطلع هنا لغاية ستة وبينزل لغاية ناقص واحد وعشرين ناقص تلاتين كمان. ستة. ناقص اربعة وعشرين. ابن الحنين يا عين. وانا كل ما جول التوبة يا ابو يا ترمين المجدير يا عين. شفنا طبعا فرق تلاتين من تلاتين ديسيبيل غاية ستة. اربعة وعشرين ديسيبيل فرق بين الاتنين. فطبعا ده مسافة كبيرة اوي يعني شوف حتى على المقاس هنا هتبقى من ناقص تلاتين على الجهاز لغاية ناقص ستة. شوف كل الارتفاع ده فيه فرق بين آآ قمة عالية وقمة وقمة واطية من آآ من الكوبر. فلا هشغل الكمبريسور ده دي وهنشوف ايه او نشوف ايه الزباطات بتاعة الكمبريسور دي. اول حاجة عندي لازم ااخد بالي منها يعني يعني العتبة. العتبة. العتبة ديت يعني اي حاجة تحتها اي حاجة تحتها آآ مش هيتجهلها الكمبريسور ده. يعني من اول من اول ناقص عشرين ديسيبيل اللي هي هتبقى هنا دي. واخد بالك هيبدأ الكمبريسور يشتغل. خلي بالك احنا كان عندنا حاجات وصلت ناقص تلاتين. انا عندي في التراك بتاعها حاجات وصلت ناقص تلاتين. مش عايز الكمبريسور يتجهلها. وممكن آآ حاجات اللي تبقى واطية فعلا ناقصية قوي عايزة تبقى واطية عشان ما مغيرش الاحساس بتاعها. وفي نفس الوقت انا ممكن آآ آآ اعلى شوي. فانا هعملها مسلا على ناقص تلاتين الاول وابتده يضرب. دي اول واحد. تاني حاجة الريتشو. الريتشو يعني النسبة. اتنين لواحد. دي واحد واربعة من عشرة الواحد. واحد واربعة من عشرة الواحد دي اقل من اتنين. اتنين لواحد يعني كل اتنين نزلهم واحد. يعني النص. تنزل الواحد. كل تلاتة نزلهم تحت. اربعة. لو نتطلعتها شوية كده البتاعنا ايضا اربعة اربعة واحد من عشرة دايما بملوة الاربعة مش عارف ليه يعني. فنجرب الاربعة اربعة واحد كل ما تبقى اربعة واحد من عشرة هنزل الواحد يعني اربع مرات تنزل الصوت او تعليف الكمبريسور عشان يطلع لي الكلام ده. الميك اوب بتاعي اللي هو انا عايز في الاخر ازود ولا نقص يعلى ولا معلاش خليه على زيره دلوقتي لغات ما نشوف له حد. دي اول حد. عندك بعد كده حاجة اسمها وحاجة اسمها ريليس. يعني ايه? يعني يعني يبدأ امتى? السرعة بتاعته في الوصول ايه? احنا قلنا خمستاشر ميلي سانية. شوف السانية الواحدة خمستاشر ميلي من السانية. واخد بالك يعني سريع جدا يبدأ بسرعة جدا. والريليس بتاعه يعني يخلص امتى? خمسين ميلي سانية. ميلي سانية يعني هيريح شوية هو بيخلص. فايه مش هيخلي الصوت حد قوي. يعني ولا قاطع. واخد بالك دي حاجة. الني بيسموها الني او الركبة ده معنى انت عايز الصوت فعلا يباني انه مكسور قوي طبعا بنستعملها دي في الدرامز اما بيقول فيه الدرامز كل ما كانت الني قاسية قوي كل ما كانت الموضوع يعني يباني انك انت ايه كاسر الصوت قوي فيباني فعلا حد وقاطع وشربة قوي. انما طبعا في اصوات المطربينة نخليها على سبعة زي ما هي عشان نعمل اه زي ما تقول الصوت يبقى ناعم شوية في الكاسرة بتاعته. طيب هنشوف دلوقتي بقى الفرق ما بين الامبوت اللي هو احنا شايفين الامبوت جين هنا زيرو داخل زيرو وحيطلع زيرو هنا فهنشوف على عددات كان داخل ايه وخرج ايه. ننشغل تاني التراك تاني. وانا كل ما جول التوبة يا ابو يا ترميني الما جدير يا عيني. ترميني الما جدير يا عين. وحشاني عيونه السودة يا ابو يا ومدوه من الحنين يا عيني ومدوه من الحنين يا عيني. شوف الضغط الزاجلة. ما بقاش بقى من ناقس ستة ستناشر. مفيش ما بقيلاش. ناقس ستة ناقس ستناشر. ممكن نرفع بقى بعد كان. وانا كل ما جول التوبة يا ابو يا ترميني الما جدير يا عيني. ترميني الما جدير يا عين. وحشاني عيون السودة يا ابو يا عين دوه من الحنين يا عيني. الحاجات اللي فيجي عندي على فوق الزير يا عين. وانا كل ما جول التوبة يا ابو يا ترميني الما جدير يا عين. شايف اللي بتحرك قد ايه حوالي عشرة دي سبل ينزل ويعلي الصوت بتاعي. فيعني انا دو وقت فعلا عليت معلية السقف بتاعي بقى ناقس تلاتين وخليت النسبة بتاعتي خمسة الواحد بقى قاسي جدا. بيعلي قوي ويوطي قوي بحيس يضغط الموجة الصوتية. احنا وصلت الموجة الصوتية بقت عندي ما بين ناقس ستة وما بين ناقس ستناشر في العالي والواطي بتاعي. ستة دي سبيل دي يا جماعة ليلة جدا في ان انا آآ بعمل مسلا عمل عمل فني او بتاع مش هتلاقي الفرق ده في عالي قوي كده. لان ساعات حتى ما بتجي تلعب جتار بيبقى فيه حتة حلوة ونعمة وجميلة وبتاع فانت لما بقى بس ستة دي سبيل ما بين العالية وما بين الواطية في العمل بتاعي كله. ده طبعا ده هيبقى معقول جدا ده ما تعليش اكتر من كده متخليش كله بقى صوت واحد لحيس الناس ما تقدرش تسمع المقطوع اللي انت عملها دي وهتبوز لك ده كله. فده وانا بقى مش عايزك تستعمل الموضوع دوت بحيس ان بقى نعمل بقى مسابقة للتعلية كله يعلي بقى على التاني كله يعمل على التاني لا احنا عايزين نقوم بس التراكات اللي احنا داخلنا بحيس تطلع التراكات كلها بليبل معقول جدا لما تيجي تعمل بتاعك يبقى التراك بتاعك مزبوط تقدر تطلع منه اجمل ما فيه وتخلط بالجميع مع بعضيهم يبقى ما فيش اي مشكلة وانت بتخلطهم. اه اخر حاجة اللي احنا قلنا عليه دوت الليمتر دوت لو دوسنا عليه اون و اوف اه اي حاجة هتيجي فوق الزيرو هيقصها خالص وبيقصها خالص يعني يعني بيوطي الموجة كلها توصل لغاية تحت الزيرو بحيس القمة بتاعتها تبقى في الزيرو فده بيريحني شوية بس طبعا اه ما تعتمدش عليه في انك انت تبقى كل التراك عالي جدا وتخلي الليمتر هو اللي هيقلله هتحس ان الصوت صناعي طالع كده الصوت الراجل اللي بيغني ده مخنوق مش صوت طبيعي جدا فانت الليمتر ده بتعمله بس في الحاجات اللي بتبقى تطيش منك حاجة عالية او مش هتعرف تاني فيها حاجة فالليمتر ده هيقصها بحيس تنزل لغاية الزيرو اللي هو عندي اللي هو بعد الزيرو هيبقى عندي فيه او هيبقى فيه صوت اه سيق جدا طالع من السماعة. ده كان او الضغط بتاع الموجهات الصوتية او فيه اجهزة كتير او بتعمل دوت منها اجهزة بتبقى على زي ما شفنا وفيه اجهزة بتبقى هاردوير انت بتشتري نفسه عبارة عن جهاز بتحط في الاستوديو بتاعك زمان كانوا بيعملوا كده ولا زالوا حتى الان بيشتريه الغالية بتبقى كده ولكن دلوقتي مكننا من اننا نعمل كل الحاجات ديت على اجهزة الكمبيوتر ونخلي جهاز الكمبيوتر اشتغل المكان اللي احنا كنا بنشتريه زمان دوت ف دلوقتي بقى متاح للجميع وهتلاقي كل πολ smoبتوير بتنزلو عشان الستوديوهات تاعد الدي اي اي دابليو. هتلاقي دайما من من اهم المانيوز اللي موجود عليا او القوائم اللي موجودة عليا قائمة الكمبرسور. اللي هتلاقي عليها كزا نوع كمان تقدر تستعمله. ولان فيهم كزا نوع كمان فيه انواع بتستعملها اسناء التسجيل فيه انواع بتستعملها بعد التسجيل فيه أنواع بتستعملها في فيه انواع كتيرة من tilmatgבש 가 acerca الصوت بتاع الستينات بتاع الستينات بتاع الالات بتاعت الستينات والتراكات بتاعت الستينات فيه حاجات كتيرة او في في فانا انصح طبعا انحنا نجرب وانشوف ده طعم وايه وده طعم وايه ونجرب الغاز او العلامات او الدرجات اللي احنا قلنا عليها في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وبالصوت تحكم انت ايه اللي نسبك وايه اللي ينفع معاك وايه اللي ماينفعش? واشوف كوا الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة